إدريس عليه السلام من الأنبياء الذين ذكرهم القرآن بشكل غامض إلى حد ما إنه عليه السلام كان من الروعة بحيث استثار فضولنا إلى حد رهيب فمن هو إدريس حقا؟ هناك جدل عميق عن إدريس عليه السلام وعلاقته بأوزوريس وهناك أيضا من قال عن علاقته بفراعنة آخرين فما هي الحقيقة؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير وهيا بنا نبحر عبر التاريخ ونتعلم ونصل إلى الحقيقة فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات كان صديقا نبيا ومن الصابريين أول نبي بعث في الأرض بعد آدم وهو أبو جد وحن أنزلت عليه ثلاثون صحيفة ودعا إلى وحدانية الله وأمن به ألف إنسان وهو أول من خط بالقلم وأول من خط الثياب ولبسها وأول من نظر في علم النجوم اختلف في نسبه وأشهر ما قيله إدريس بن ياردن بن مهلايل ويسمى أيضا أخنوخ وينتهي نسبه عليه السلام إلى نبي الله شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام إدريس عليه السلام أحد الرسل الكرام الذين أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز وذكره في بضع مواطن من سور القرآن وهو ممن يجب الإيمان بهم تفصيلاً أي يجب اعتقاد نبوته ورسالته على سبيل القطع والجزم لأن القرآن قد ذكره باسمه وحدث عن شخصه فوصفه بالنبوة والصديقية وذكرت مسألة جدلية عن العلاقة بين شخصيتين نبي إدريس المعروف في الكتاب المقدس باسم أخنوخ وفي المندائية أي الصائبة باسم هرمس والإله المصري القديم أوزوريس فثمت تشابهات واضحة بين الشخصيتين فيما يتعلق بالأعمال والنهاية فضلاً عن ارتباط كل منهما بأرض مصر وهو ما يلاحظه الباحث في كل من الكتاب المقدس والقرآن والطراثين الإسلامي والمصر القديم قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علي يقول القرطبي في تفسيره للآية إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبس المخيط وأول من نظر في علم النجوم وسيارها وسمي إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله تعالى وأنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة وأما قوله تعالى ورفعناه مكاناً علياً فقد ذكر كل من الطبري والقرطبي وابن كثير في تفسيراتهم أقوالاً تفسرها بأنه قد رفع تحت جناح أحد الملائكة إلى السماء الرابعة وفي قول آخر السادسة وفيها قبض روحه وقد اختلف العلماء في مولده ونشأته فقال بعضهم إن إدريس ولد ببابلة وقال آخرون إنه ولد بمصر والصحيح الأول وقد أخذ في أول عمره يعلم شيث بن آدم ولما كبر آته الله النبوة فنعى المفسدين من بني آدم عن مخالفة شريعة آدم وشيث فأطعه نفر قليل وخالفه جمع غفير فنوى الرحيل عنهم وأمر من أطعه منهم بذلك فثقل عليهم الرحيل عن أوطانهم فقالوا له وأين نجد إذن مثل بابلة فقال إذا هجرنا رزقنا الله غيرها فخرج وخرجوا حتى وصلوا إلى أرض مصر فرأوا النيل فوقف على النيل وقام بتزبيح الله وقام إدريس ومن معه بمصر يدعو الناس إلى الله وإلى مكارم الأخلاق قل سمي إدريس بهذا الاسم لأنه مشتق من الدراسة وذلك لكثرة دراسته الصحف التي أنزلت على سيدنا آدم وابنه شيث عليهم الصلاة والسلام وقيل إن إدريس هو أول من خط بعد آدم عليه السلام وقطع الثياب وخاطها وينسب إلى هذا النبي الكريم أشياء كثيرة مما هي كذب وافطراء وقد روى ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث وأخ نوخ وهو إدريس ونوح مولده ونشأته ودعوته إلى تطبيق شريعة الله سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام هو ثالث الأنبياء بعد آدم وشيث عليهم السلام في تواريخ كل من الطبري وابن كثير وابن الأثير والمسعودي فإدريس هو أخ نوخ من نسل شيث بن آدم وتسمية الصائبة هرمس ويفسرها المسعودي بعطارد وهو على حد قولهم أول من خط القلم وعلم الزراعة وتخطيط المدن ولبس المخيط وسكن في البيوت ويضيف بعضهم القول بأنه أول من ركب الخيل وجاهد في سبيل الله ويجمعون أنه قد حذر قومه من مخالطة نسل قابيل ولكن قومه عصوه وخالطوهم وتنتهي رواية كل منهم عن إدريس أنه قد ولد له ابن يضعى متشالح وعاش نحو ثلاثمائة عام بعد ميلاد ابنه ثم رفعوا الله إلى السماء بعد أن استخلف ابنه على قومه وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ورفعناه مكانا عليا رفع إلى السماء السادسة فمات بها وهكذا قال الضحاك والحديث المتفق عليه أنه في السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهد وغير واحد وقال الحسن البصري ورفعناه مكانا عليا قال إلى الجنة وقال آخرون رفع في حياة أبيه والله أعلم وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني إسرائيل قال البخاري ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء أنه لما مر به عليه السلام قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ولم يقل قما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قالوا فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له والآن نأتي لذكر العلاقة بين نبي الله إدريس والإله أوزوريس الذي عبده المصريون أمن المصريون بأوزوريس كواحد من أهم آلهة التاسوع الإلهي وهو بمثابة مجلس سماوي يضم الآلهة الأعلى في مصر في مصادر التاريخ الفرعونية كان أوزوريس من الملوك الآلهة وعلم الناس الزراعة والبناء وسائر فنون الحياة ووفقا لبرضية تورينو التي تعتبر المصدر الرئيسي لقائمة حكام مصر القديمة فإن ملوكا من الآلهة حكموا مصر قبل الملوك البشر كان أوزوريس هو الملك قبل الأخير منهم وكان هو من علم الناس الزراعة ومختلف فنون الحياة وأشهرها لبس المخيط والكتابة وهو في الرسوم والنقوش المصرية يظهر مهتما بالزراعة من خلال تصويره راقدا وعيدان الزلع تبرز من جسده وفي كتاب الجيبتانا الذي وضعه المؤرخ المصري مانيتون السمنودي ودوان فيه قصة الخلق المصري القديمة وأحداث أول الزمان حتى تكليف الآلهة لمينا نارمر بتوحيد مصر التي مزقتها حرب ست مع أوزوريس وحورس ويزيس فنرى فيها وصفا لأوزوريس أنه يتلقى من حين لآخر دعوة من الآلهة فيصعد إلى السماء ويتعلم منها فنون البناء بالحجر والخط بالقلم والزراعة والحكمة وتخطيط المدن وتصفه بأنه أول من جعل الجبتيين أي المصريين يسكنون البيوت بعد أن كانوا يسكنون الكهوف خوفا من الوحوش والمسوخ كما تنوه بأنه أول من شيد المعابد الضخمة واهتم بتعليم الطب وابتكر أدوات الزراعة والري مثل المحراث والشادوف وازدهرت في عهده المدن والصناعات وعرف الناس لبس الأثواب الكتنية وكان تلقى وحي الآلهة ويرى الرؤية في نومه وقد حكم مصر بالعدل حتى اغتالته ست ثم عاد إلى الحياة ثم رفعته الآلهة إلى تسوعها المقدس وهو وفقا للعقيدة المصرية القديمة قاضي قضاة محكمة الآخرة وفي النهاية فإن إدريس وأوزوريس رجلان كلاهما تربطه المصادر على تنوعها بمصر وتضع كل منهما في مكان الملك العادي للملهم من السماء وتنسب لكل منهما تعليم الناس أمور حياتهم وهي الزراعة والتخطيط والكتابة والطب والحكمة ولبس المخيط وكل منهما أقام المدن وعمر البلاد وترك الدنيا مرتين فإدريس عرج إلى السماء ليتعلم ثم هبط ليعلم الناس ثم رفع أخيرا وأوزوريس قتل ثم بعس ثم رفع إلها فهل فعلا كان إدريس هو أوزوريس وبعد موته عبده المصريون كما يفعل كل قوم ظلوا طريقهم بعد موت نبيهم وعبدوه هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم يا من ليس له رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرمه وعلى كثرة الحوائج إلا تفطله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم اللهم وحد راية الإسلام ورد كيد الكافرين اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله اللهم آمين عزيز المشاهد اترك إعجابك بالفيديو وساعة في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك بالتعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا